يأتي السؤال هذا بكثرة، لماذا نظام الأندرويد الخام مرغوب أكثر من النظام العادي ولماذا الشركات تعمل واجهة تشغيلية فوق نظام الأندرويد يضعوا ستاك وخلاص أعطيكم الجواب الشافي والكافي بإذن واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحكم فيصل السيف نظام الأندرويد الخام تعودنا عليه من بعض الشركات والشركة الأساسية التي تعجب لنظام الأندرويد الخام منها شركة جوجل استحدثت نظومة نيكسس وبعدها جاء الخليفة البيكسل ونظام الخام كلنا مستنسون عليه ولتبسيط نظام الخام بأنه يأتي الجوال في نظام التشغيلي مع بعض التطبيقات الأساسية من جوجل لا يوجد فلسفة ولا واجهة تشغيلية ولا أي شيء ليس مثل الشركات الباقية، سامسونج كان لديهم شيء اسمه TouchWiz بعدين جاء الOne UI هواوي لديهم نظام اليموشن UI نتحدث عن كل شركة لديها واجهة تشغيلية والحركة التي تفعلها الشركات بوضع واجهة تشغيلية أمر مستغرب ولكن هناك أسباب واقعية من خلف هذا الأمر التي هي كالتالي أول شيء، لو تتحدثنا عن التسويق وبناء الولاء فلما تتحدث عن شركة سامسونج وبعض الخصائص الموجودة على جوالاتهم صار بينك وبين الجوال بعض الولاء فنتحدث عن الشاشة والحافة الموجودة على الشاشة انتصرت مستانس عليها أو بعض المستخدمين صاروا مستانسين عليها وقدروا يوصلوا ويضبطوا أمورهم على هذه الإمكانية بشكل جيد طريقة التقاط صورة للشاشة أيضاً، كل واحد يقدر يدورها من نفس الصانعين الجوالات ويضع الواجهة التشغيلية التي تمكن النقر والثلاث أصابع والكتابة على الشاشة فمنها يقدر يضع خدمات وإمكانيات على النظام الأندرويد ليس موجودة أصلاً في نظام الأندرويد ليس موجودة في نظام الأندرويد وأصلاً شركة أندرويد لم تفكرت تضعها لأن شركة أندرويد تطويرها على النظام نعم أنه ثابت كل شيء وعطت الصلاحية للباقيين بأنهم يضعوا مزايا خاصة فيهم مثل النوت عندها القلم القلم في إمكانيات إضافية واجهة تشغيلية فقط من OneUI وقبلها TouchWiz هذه الإمكانيات القلم تظهر مع هذه الواجهة التشغيلية لو أضع نظام خام على الجوال فلا سيكتب القلم ولا سيشتغل أصلاً فأنا أول أمر هو بناء الولاء ونعطي خدمات نحن كيف صناع جوالات لنفس المستخدمين هذا الولاء يطلع مع الخدمات الإضافية لنعطيهم معها وأيضاً هذه الخدمات الإضافية تمكن أشياء أبداً تسويها مع نظام جوجل الخام وهناك قيود للتخصيص موجودة على كثير من تطبيقات الأندرويد فستلاحبوا أن تطبيقات الأندرويد على نفس الجوجل الخام لا يريد أن تعدل والضبط عليها كثيراً أنت مجبور يطلع على جوجل Search ومجبور يصبح حركات محددة فحتى مع الخام تسوي الشيء الذي يريده وترى أيضاً صناع الجوالات يفكروا ليس فقط بالولاء ولكن يفكروا بتجميع البيانات فعندما تستخدم تطبيقهم الخاص هم يستطيعون على بيانات استخدام منك إذا سمحت لهم أمر مزعج لأنه أحياناً ستجد لديك تطبيقين لنفس التقويم حق جوجل وحق سامسونج أو نفس الأمر سيكون مع هواوي سيكون لديك كالندر وكالندر لهم وتصفح لهم وتصفح لهم وتصفح لجوجل أمر مزعج ولكن الخيارين هذول يتيحوا لكل واحدة من الشركات تحصل على بيانات هذه البيانات يستخدمونها ويستخدمونها في الأبحاث والتطوير ويبيعونها ويعطونها حسب الموافقات والاتفاقيات التي بينك وبينهم الخدمات الإضافية وأيضاً إيطاح التطبيقات وإمكانيات ليس موجودة في العادة هذا يأتي مع فاتورة أنه ليس دائماً التحديث يوصلك أول بأول إذا كنت على نظام الأندرويد الخام ستعرف أنه هناك تحديث أمري كل أسبوع التحديث الأمني يجلب معها إصلاحات ولكن إذا كنتم مستخدمين هواوي أو سامسونج بالذات سامسونج ستعرف أنه يتأخر معك التحديث الان ما يأتي ولو هواوي يأتيك التحديث نوعاً ما أسرع من سامسونج ولكن يظل ما يأتيك التحديث مع تحديث الخام وحالياً أحد الأشياء التسويقية التي تستخدمها نوكيا أنه عندهم نظام الخام فهما يأتيهم التحديثات قبل الناس كلها ولكن النظام هم خام ما في الإمكانيات الإضافية فلو رجعنا إلى جوال اسمه نوكيا ناين هذا الجوال فيه خمس كاميرات ولكن التقييد الذي موجود على نفس هذه الكاميرات بسبب نظام الأندرويد خام والتطبيق حق الكاميرا الخاص بالأندرويد يمكن ما أعطى كامل الإمكانيات لهذه الكاميرات ولو كان هناك واجهة تشغيلية من نوكيا يمكن أن تعطينا شيء أكثر على هذه الكاميرات أو فائدة أكثر من استشعار لما حولنا من معرفة بعض الأبعاد التي لا تدري المهم واجهة تشغيلية لها بعض وبعض الشركات تتجنب أصلاً أن تضع واضحة تشغيلية ولكن مجبورة تبغى تسوي الولاء الذي تكلمنا عليه وأيضاً تبغى تسوي العلاقة مع بعض الخدمات التي تضيفها للمستخدمين فلو رأينا وان بلس ونظام الأكسجن الذي موجود عندهم أكسجن مفروض أنه او اس ولكن هي واجهة تشغيلية تعطي بعض الإمكانيات مثل كتم الصوت والاختصارات والأشياء الموجودة على الوان بلس فمستخدمين الوان بلس الذين يعرفوا الاختصارات هذه لديهم ولاء للوان بلس من هذه الاختصارات مثل هواوي وولاء الناس للنقر على الشاشة مثل سامسونج وولاء الناس لكثير من الأشياء بالذات للحافة للشاشة ولا ننكر أن هناك بعض صناعي الجوالات يخبصوها ويخربوها عندما تأتي للواجهة التشغيلية فنرى الشاومي ما شاء الله إليها ينزلون لك واجهة تشغيلية فيها بلوت وير وفيها إمكانيات أحياناً تزعجك في نفس الجوال وكثير من الناس يغيروا اللانشر ويغيروا بعض الأشياء في جوالات الأندرويد من شاومي ولكن شاومي في البدايات بالذات عرفوا بأن الزيادات التي على الجوال شيء جداً مستغرم ذكرت قبل قليل بلوت وير بلوت وير مصطلح جاء معنا من البي سيات والكمبيوترات عندما نشتريها وتجد شركة ايسوس تضع تطبيق من ايسوس لإدارة المعالج وكل شيء وفيه اصلاً شيء من انتل أصحاب المعالج تدرك فيه هذه التطبيق فهما كمان فيه عندنا زي الواجهة التشغيلية ولكن بلوت وير هنا بعض التطبيقات المحطوطة هذا الأمر مزعج على جوالات الشاومي ومزعج على بعض الأجهزة عندما ينزلوا تطبيقات من عندهم أول شيء يصبح عندك نسختين من نفس التطبيق التي تحدثت عنها قبل قليل كالندرين تقويمين وأيضاً الشيء الآخر ايجابي لأن البلوت وير في بعض الأجهزة مكننا من أشياء ما يقدر عليها الجوال فمثلاً لو رأنا الجوالات المخصصة للألعاب الآن البلوت وير اللي موجود عليها هو اللي يمكن شيء جداً خرافي من معالجة وإدارة الذاكرة وإدارة ألعاب وإغلاق جميع التنبيهات ويعطيه كامل كفاءة المعالج ترى هذا البلوت وير اللي يمكن هذه الإمكانية ولكن ما هو البلوت وير المعتاد المزعد هذا البلوت وير حسن مفيد المفروض من باب الإحسان يكون موجود فأرجع الآن لأساس الحلقة لماذا أصلاً في أندرويد خام وأندرويد عادي؟ للأسباب التي ذكرتها من الأشياء التسويقية منها أشياء الولاء منها الإمكانيات الإضافية التي سينزل لك إياها نفس صانع الجوال مع الواجهة التشغيلية على عكس أندرويد جوجل والتي لو جاءت شخص بيكسل ستجد مستفيد من خدمات جوجل وإمكانياتها بالكامل ولكن لا يوجد شيء زيادة أبداً لا يوجد شيء زيادة والإمكانيات إضافية متاحة له من خلال الجوال الأشياء التي تحدث على الجوال من خدمات جوجل وتبيعاتها والإمكانيات الأساسية في الجوال هي التي أعطيته التجربة الكاملة الرهيبة أما غير ذلك، لا يوجد شيء خرافي في الجوال إلا الثبعات العالية والتحديثات الدائمة وهذا الأمر يمكن أن ترى ما يفيد كل الناس كثير من الناس لا يفرق معهم إذا هناك واجهة تشغيلية أو لا المهم هو أن الجوال يعمل وأموره تمام والتحديثات جيدة بل أن بعضهم لأسف لا يحدث ولكن يظل أن الناس يهمها تجربة سلسة مع الجوال وذهب لك جمعة هذا الويكند ورأي الشباب الذين موجودين كلهم والذين لا لهم في التقنية اسأل كل شخص هل أنت نظامك أيندرويد أو نظامك آي او اس؟ إذا جاءواب واحد من الاثنين، وطبيعي أنه سيجاوب أقول له أين نسخة؟ قليل الذي سيعطيك آخر نسخة تفصيلية فهنا نقول أن مسألة الواجهة التشغيلية والأندرويد الخام مسألة جيدة ولكن ليس لأكثر ستأثر في قطاع الجوالات ابتكار صانع الجوال هو الذي سيفرق على نفس الجهاز وانتشاره بما أنك وصلت هنا، شارك أيضاً في التصويت اضغط على علامة التعجب هذه المقلوبة وشارك في تصويت أو استفسار نسخة الجوال التي موجودة عندك من نظامك التشغيلي أعطينا الرقم أو الجواب مع نفس التصويت نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك أراكم على البخير بإذن واحد أحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر